المسيح فالمسيح يأتي من نسل المرأة من صلب إبراهيم يعني بيحكم الأمر وإسحاق ويعقوب سيأتي من صبت يهوذة الصبت الملكي اللي بيتنبأ عنه في تكوين 49 بتمم نبوة زكريا الإسحاق 9 والآية 9 اللي بقول هو ذا ملكك يعني المسيح هو الملك هذا اللي بيفهموا اليهود إنه المسيح هي موازية لكلمة ملك وملك يعني مخلص هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور ووديع ولاحظ الكلام معي شبؤول وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاسي الأرض ترحب الكتاب المقدس بيصير بخطة محكمة منسجمة مش ممكن إلا يكون الرب هو اللي بيعمل هذا الشيء أو كما قال إرمياء الرب ساهر على كلمته ليجريها لاحظ المسيح بيتكلم عن التوقيت نبوات دانيال إصحاح 9 ونبوات أخرى بيتكلم بالتفصيل عن مجيء المسيح عن توقيت مجيء المسيح ولاحظ شو التفصيل اللي بيحكي عنه المسيح رح يجي قبل دمار الهيكل التاني وعندما جاء المسيح أحباء وقدم الذبيحة والكفارة المسيح مش بس تمم هو تنبأ أيضا عن دمار الهيكل اللي تم وحدث في سبعين ميلادي قل لأي نبي مكارم الأخلاق والمحاسن ورحم وكل الأشياء اسند لحبيبي أعطين السند أعطين الدليل من حياته من المعاصرين من الناس يعني جيب إشي مش موجود أو جي أعظم من اللي موجود طالما ما عندكش أعظم من الموجود فلماذا تضيع وقتك بأمور مش لإلك يعني ياب تدرس وفعلا تجتهد أو يعني ما تهاجم هيك بشكل عشوائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر